سمعتكم تحكوا على الكيتو دايت فقدت كمان اتدخل شوي كنت عم بسأل دعاء انه ليه وقفته او اذا ما بيقدر الشخص ياخده اسلوب حياة انه يظل مستمر على هذا النوع من الدايت كل حياته يمكن هو بالنسبة لنا احنا الكيتو دايت لما نحكي عليك الكيتو دايت اللي هو اسلوب حياة يعني انتي اذا كنتي ما قدليك كيتو دايت فلا داعي انك تدخلين فيه او بتروحين اصلا الكيتو دايت فانتي اول شي بتسألي نفسك هل انا قادرة اني اتخلى على اي شي فيه سكر اي جرامات من السكر اقدر اتجنبها نعم او لا اذا كان نعم خلص تجنبتها اذا كان لا بلا هالكيتو دايت فيه اللي هي اللو كارب دايت فيه هي الهاي فروتين دايت اللو فات كارب يعني كل واحد من الانواع الدايت الثانية ممكن استغلهم بس ككيتو دايت يعني هو اسلوب حياة يستمر لفطة طويلة ليش لانه رح يستغل الدهون اللي مخزنة في الجسم طيب دكتور هلا خلينا نقول انه بما انه مرتفع بالدهون ما هذا الشي ممكن يضر الكلاء او الكبد او ايش احنا بالنسبة للمفهوم الغلط اللي ماشيين عليه على طول ايش فيه دهون خلاص هذا مضرر بالصحة لا بس فيه اشياء فيها دهون صحية يعني انا مثلا لما اقول لك اكل افوكادو فيها نسبة من الدهون كمان وصحية لما احكي على السلامون مثلا او سمك السلامون لو اخبت كل اسبوع مرتين ثلاث مرات من سمك السلامون بالعكس هي صحة للمناعة صحة القلب الشرايين الدماء كمان كل شي يعني ذا ضامن ليه يعني انا بحكي على الدهون الصحية فهو النظام هذا بحاول انه بيرفع نسبة 70 الى 75% من الدهون يعني بس انا بحكي الدهون الصحية مش انه نروح مثلا نطلب بورجرات اكيد 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 اتخاذ دهون على دهون بس تكون دهون صحية بالضبط عبد الرؤوف احيانا فيه باللاحظ انه فيه ناس تتجع اتجاه خاضر مثلا ما طبقت هذا النظام يعني بحذفيره بطريقة صحيحة شو متبعات هذا الكيتو دايت او النظام اثار السلبية تمام يعني انا مثل ما حكيت لك انه الكيتو دايت اذا كنت ما قده فما تتخله لانك ممكن نما تنزل في الوزن او يثبت وزنك او ممكن تزيد مرة ثانية مشكلة الكيتو دايت لانه نو كارب او ما فيه كارب اصلا او لو كارب يعني اثنيناتهم احنا خمسة في المية على الكاربوهيدريت يعني في اليوم مش بالشي كثير يعني نحكي على تسعين الى مئتين سعرة ناخذها بس من الكاربوهيدريت فانت لما تنزلها تلاقي معظم الفواكه انك شلتها يعني تحافظ بس على الاشياء اللي مكتوب فيها بيري يعني زي الراس بيري استروبيري ايش فيه بيري هاي هي الفواكه ليش لانه تعتبر من الفواكه الاقل في الكاربوهيدريت والسعرات كمان الحرارية تبحها مظارة انه في الاول او اول بدايتك الاسبوعين الاولين رح تفقد كثير من الاملاع خاصة من البوتاسيوم والسوديوم وهي الاشياء في الجسم فممكن يحصل بعض الجفاف اذا كنت تشرب الهي بالكمية الكافية هاي نقطة مهمة جدا فيه نقطة ثانية كمان انه احنا لما نتبع الكيتو دايت النفس تباعك بتصير فيها ريحة كذا مش طيبة يعني في الاول حتى تعدي تقريبا فترة ثلاث اسابيع منه بعدين يسير الجسم عادي ليش هاي من الافرازات الكيتون الكيتون هذا يعني وين يستخرج او امتى يبتدي يشتغل من وظائف الكبد بحد ذاته يعني داخل الكبد بيدور على غلوكوز ما يحصله ما في كاربوهيدريت من وين حصله لان سورين يعني هو في المستفى او لفل تبعه العادي بس ما فيش غلوكوز عشان اوصلها للدماغ عشان اوصلها للدم فبروح استغل الدهون اللي موجودة بحولها لكيتونات او احمد كيتونية وهنا يبتدي اللي هو توزيحها على جسد ميزته فيها ميزة حلوة انه احساس بالشبع او هرمون الليبتين بيكون بسرعة بيروح للدماغ يعني بقول اشارة عصبية سريعة انه خلص شبعت على عكس لما ناخذ اللي هي كمية سكريات عالية في نقطة كمان انه ممكن يرتفع اول شي الكيتون كمان في البول او كمان نسبة الاسيتون كمان ترتفع شوي خاصة في الفترة الاولى من الدايت بس انه احنا لما نستمر عليه فترة شهرين تمام نحاول انه نغيره وتدريجيا مش نغيرها مرة واحدة لانك راح تسيد بعدها اذا غيرت ومرة واحدة ممكن انا لان هيك عمالة تزاد وزني طيب بس انا عندي سؤال في اشخاص مثلا بيقول لك دكتور احنا حبينا تتبع الكيتو دايت تقولون لا ما بيصير صحيح في اشخاص ممكن يكون اثار الكيتو دايت علىهم كتير سلبية او طبيعة اجسام يمكن او يعاني من مشاكل معينة صحيح اي واحد مثلا يعاني من الغداء لانما بنصحح انه ما يتابع اللي هو الكيتو دايت كمان اللي عنده مشاكل خاصة في الكبد لانه المصدر الاساسي لانتاج الكيتونات اللي هو راح يكون في الكبد فانتي لما يكون عندك مشكلة في الكبد وضيفي عليه النظام هذا راح ترخبطي كل المواضيع ويحصل اللي هو تسمم الكبدي او شي مثلا فهذه المرضى كمان نفس الشي نظام الكيتو دايت كمان على الاطفال ما ينفع خالص عندك كمان البنات خاصة لأقل من سن الثمانتاشر ما ينفع عليهم كمان ليش لانهما في مرحلة البناء ويحتاجون كمان الاستروجين والاجياء اللي هي الهرمونات الانثوية كثير فلازم يكون فيه نسبة من الكاربوهيدرات موجودة في يومهم يعني بالنسبة لك البنات الأقل من ثمانتاشر سنة خاصة ما يفعلهم كمان الكيتو دايت هذا بالنسبة للرياضيين لازم يحاول يعمل تعديل عليه لانه لما نحكي على ناو كاربس أو زيرو كاربس يعني راح نستغل كمان لكوجين الموجود كمان في العضل يعني فيكون فيه هدم فأنت عشان ما تهدم ويكون تمرينك متوازن في أنواع معينة كمان من التمرين تسويينها يعني ما تشد على حال كثير لأنه من أضراره كمان أو أثاره كمان اللي هو الصداع الدوخة كمان تحس بالإرهاق التعب ما تقدر مثلا ممكن تواصل تمرينك زي ما كنت في الأول بس هذه أنت في الفترة الأولى أو الشهر الأول خاصة من الدايت جميل هذا الكلام والنصايح هاي طبعا مفيدة نحنا أخذنا شوية 80% الحديث إلى منظور سلبي خلينا نروح نشوف الجانب الإيجابي خلينا نشوف هل ممكن أنه نستفيد منه بسرعة أكبر هل تعتقد أنه لجوء الناس له لأنه أسرع دايت موجودة أو أسرع أمي غذائية وشو ممكن ينفعنا مثلا أو أدي ممكن نستمر عليه وكم ممكن ينزلنا بالكيلو جرام بالنسبة لنا إحنا لما نحكي على الكيتو دايت مثل ما حكيت أنه في مضارة وهي الأشياء بنحكي على الفوائد تبعه أول شي قبل ما تتحصل على الفوائد تبع الكيتو دايت لازم تعرف أن نظام هذا لازم يكون فيه التزام يعني مش أنه قال النفسي في قطعة شوكولت أو قطعة كيك بروح للماركت مثلا بشم بس ريحة الكيك هاي بروح أخذها فأنت أي شيء بتدخله في الكربوهيدريت في النظام هذا راح تخرب عليك النظام كله وما بيخليك تنزل بالعكس أنه ممكن يكون فيه زيادة وما راح توصل للحالة الكيتونية عندك بالنسبة لك النظام هذا بيخليك تنزل في الوزن ممكن حتى تنزل بسرعة ليش لأنك اللفل تبع الأنسولين كمان والغليكوز نازل أو اللي هو المستوى المعتدل في الدم يعني بيضبط لك مستوى السكر في الدم فبتروح تستغل للدهون أصلا اللي مخزنة في جسمك يعني أنا طاقتي تصير كلها من وين؟ من الدهون وكمان المصدر الأساسي لها راح يكون من الكيتونات فتكون زي الطاقة اللي هي النقية أو اللي هي مثل ما نحكي في السيارات قال احنا عندنا بترول أو عندنا كهرباء فلما يخلص للبترول فالطاقة النقية الثانية اللي هي الكهرباء تمام؟ فنفس الشي بالنسبة للغلوكوز والكيتونات فأنت بدل ما تستخدم شيء ممكن يزود لك التريغليسيرايت أو يخلي في عندك مشاكل صحية وتخزين للدهون أكثر فتروح تستغل أنت الدهون بذاتها كتحرير للطاقة فتستفيد منها طاقة قوية وكمان أنه تنزيف الوزن لأنه مثل ما نعرف كل جرام من الدهون هيعطيك تسعة كالوري على عكس اللي هي الكربوهيدريت يعني كل جرام بيعطيك بس أربعة كالوري فالنظام هذا غذائي يعني ممتاز أنه ممكن نتابعه بس على فكرة لازم يكون تحت إشراف أخصائي يعني مش أنه بس أي حد يقول لك أتابع نظام كيتوني وخلص بمشي فيه لأنه راح يسبب مثل ما حكينا اللي هو ممكن جفاف ممكن لهي الإمساك أو آثار جانبية وخاصة بالنسبة أن نبه كثير للمرأة الحامل والمرضى يعني مش وقت مثلا قال الحامل لأنا تقول لك راح نتابع نظام كيتوني يعني حياة مثلا قال 18 سنة و 23 سنة مفتوح نظامي ولحقة فترة الحامل أقول أني أتابع نظام كيتوني هالذي غلط بالنسبة يعني ما في شيء اسم أوبين داي بالكيتو دايت صح؟ كيف؟ ما فيه لا هو راح يكون فيجيتاريان أكثر شيء وكمان البروتين يكون فيه هنا نسبة كمان حلوة اللي هي 25% الكربوهيدريت يعني تقريبا نقولي الفواكه كلها مش موجودة كلها من عدمها يعني احنا بالنسبة لنا راح تكون الأفوكادو بس وتكون اللي هي أي شيء فيه بيري يعني مثل ستروبيري راسبيري بلو بيري أي شيء فيه بيريز بيكونوا عاك طب ما بفعل بد الخضار بالفواكه يعني اين؟ ما بفعل بد الخضار بالفواكه لا لأنه في الفواكه فيها كربوهيدا صحيح وأخطر شيء وأصعب شيء في النظام هذا الفواكه المجففة اللي يقول لك أني بروحك الفواكه مجففة لأنه إحنا الفواكه المجففة مثل ما نعرف شلنا الماء فلما تشيل الماء من الفاكهة بتبقى بيور شوغر بيور أوف يعني صدمة أنا يمكن كمان وصلتني معلومة أنه بعد الكيتو دايت مفروض دعمي ببرنامج غذائي عادي اللي هو مثلا لو كاربس هاي بروتين لحتى تقدر يتحافظ على الشيء اللي خسرتي بالكيتو دايت هل هذا الحكي مزبوط؟ صحيح يعني أنا بعد ما كملت فترة الكيتو دايت مثلا أو اللي هي شهرين ثلاثة شهور خلص جسمي يتعود أنه يستغل الدهون فلما أدخل له نسبة من الكاربس فيصير عنده اختيارين هل بشتغل على الدهون أو بشتغل على السكر تمام فيصير في توازن إذا في زيادة في الاحتياجات رح يطلحها فهي هي فكرته فبعد الكيتو دايت نحاول أنه نغير النظام هذا بنخليه لو كاربس يعني ما ندخل الكاربس بسفة كتير كبيرة خليه لو كاربس بعدين بالنسد بعدين نشوف توازننا في الجسم هل بيزيد بينقص هل أنا خلص حافظت على جسمي ورشاقتي هنا بقدر أقول أنه خلص أقدر أعتمد اللايف ستايل تبعي لايف ستايل غير اللي هو أقدر أكل كل شي بس يكون اللي هو متوازن فأنا بعد الكيتو دايت لو كارب بعدين بالنسد بعدين بشوف توازن في الجسمي عشان نعرف شو أكمل أو على إيه أكمل باللبط همين هم الناس اللي ما بيحق لهم الكيتو دايت النتائج المرجوة أكيد بتحص لي ناس كثير أنه ما يحققون النتائج سواء أما عمل لغبطة في الجدول أو سواء عنده مشاكل صحية هو أصلا مش عارفها قال لأنه عنده الغدة ومش عارف عنده مثلا نقص أصلا في الفيتامينات عندهم آنيميا أو أي الأشياء هو مش عارف كمان في مشاكل صحية بتأثر على النزول الوزن فلازم إذا شاف وزنه ما نزل لازم يعرف شو المشكلة الأساسية إذا مثلا يغير نوع الدايت اللي هو عم يتبعه ويتبع الدايت الثاني أو ما بعرف إذا بنحتاج مع الكيتو دايت يمكن اتباع ممارسات معين سلوبيات رياضة ممكن صحيح بالنسبة الرياضة تكون هي الرياضات الخفيفة ما تكون اللي هي الهارد وورك يعني إحنا بالنسبة لما نكون شدين على نفسنا حمل أثقال لعبنا ساعة وساعتين وجرينا ونط حبل وهي الأشياء كلها فرح نكسر كمان من العضل أو الجزء من العضل وهي مش شغلة حلوة يعني فبالنسبة لنا ممكن ما تظهر في الوقت القصير ممكن على المدى الطويلة بتظهر عليه المشاكل بس أهم شيء لازم يكون فيه تغيير فأنت الرياضة تبتدين ماشي أو الايروبيك الزومبال أشياء اللي هي الخفيفة يعني بتخليك مثلا تشدين الوسط تشدين الجسم تبعك الجلد كمان الميزة تبع الكيتو دايت يعني الناس اللي كانوا بيعانون مثلا من حب الشباب أو البثور هاي في الويشو هاي الأشياء بتقل عندهم اللي هي الحالات هذي ليش لأنه تشال نسبة الكاربس كمان وخلت دهون كلها دهون صحية جميل طب شو بالنسبة للسوال عبد الرؤوف يعني بأعتقد أنه في كتير ناس ممكن يكون عندهم لغط بروح بيجرب لك أشياء مثلا عصاية يقول لك يا أخي هذا عصير مش محلامة يعني ما في نسبة سكر هون كيف بدي يعرف أنه هذا اللي بعمله أنا صح ولا غلط بالنسبة لمشروبات يعني عندك سواء ساخنة أو بردة صحيح في الكيتو دايت عندك القهوة والشاي عندك كمان المي لازم يكون المي يعني على طول اليوم لأنه مثل ما حكيت أنه رح يرتفع اللي هو الأسيتون أو يرتفع الكيتون كمان في الدم أو في البول فأنت عشان تطلعه لأنه هذا كلها في تخزين الكلاء أو تصفية الكلاء فأنت عشان تستغل الوضع وبتحسن الأشياء هذه فلازم تشرب مي كمية كافية يعني عندنا المي القهوة الشاي وكمان ممكن العصير اللي هو الراسبيري أو شي مثلاي بس نحن مش بكميات عالية وبدون شغر تحاول إذا كان تحب قهوة محلات تستخدم اللي هو الشغر اللي هو زيرو زيرو كاربس أو ممكن تحصلها في ستيفيا أو اللي هي العناصر الطبيعية مثل ما نحكي عليها زيرو كاربس أو ما فيه أي شيء يعني بس تحلية يعني بيكون بالنسبة لك كمان بالنسبة للمشروبات العصائر هذي كلها ممنوعة الحليب كمان ما ما نقدر نشربها في الكيتو دايت بس هيك مو يعني في كتير اشي ممنوعة ما بيخسر الجسم كتير من الخوات ما حكيت لك أنه بيخسر اللي هو في الأول الأملاح فيتامينات بعض الحالات بس هذا الشي مو خطير بيدخلك في موجة أو صراع في الأول لأنه الجسمك ما بيعرف شو اللي حاصل بعدها بيرجع يتحسن بس أنت لازم تاخدين معاه بعض السابليمنتز اللي بتساعدك تمام على أنك ما تفقدين اللي هي الأملاح أو الفيتامينات اللي في الجسم يعني مثل ما هو فيه فوائد فيه مضار فيه مضار أنا رح أجل الجانب النفسي يمكن اللي بيعود على المريض من اتباع الكيتو دايت هل ممكن يأثر على مزاج المريض يعني إحنا بنعرف أنه الدايت بأغلب الأحيان بيخلي المريض عنده شوي نوع من الغضب السريع إذا كان هو شخص متعود يأكل اللي بده إياه يصير مثلاً عنده نوع من الخمول أو الكسل هل الكيتو دايت بأثر على الصعيد النفسي للمريض؟ في أول أسبوع أسبوعين أكيد أنه رح يكون فيه عصبية وهذه الأشياء لأنه ما في الليفل تبع الشوغر أو اللي هو الكاربس اللي كان يدخلها في الجسم مش موجودة فبتصير مزاجه في الأول مش حلو بس بعدين لما يصير يستغل الطاقة الماقية أو الدهون أو الكيتونات هنا بيكون مزاجه حلو كمان النوم تبعه وبيصير كويس رح يكعاني في الأول من حالات ممكن الإمساك لأنه نزلنا أشياء كثيرة فنحاول نعمل بالنسبة بالنسبة لي هو شرب المي وكمان نكثر من الخضروات أنواع الخضروات كلها عادية ممكن ناخذها استغلالك كمان البينز أو الشيا سيدز أو السمسم أو البذول الكتان هذي كلها ممكن ندخلها في الكيتو دايت لأنه غنية كمان بالأملاح وغنية بالفيتامينات فهي بتعوض لك كمان النقص اللي رح يحصل لك وبتحسن مزاجك يعني صراحة ما بعرف إذا بتوافقوني كي لكون الرأي يمكن أفضل نصيحة ما حدا يلجأ لأي نوع من أنواع الدايت بدون استشارة خبير وأشرافه دكتور عبد الرقوف شرفتنا ونورتنا اليوم وكتير استفدنا منك بس شو يكون أطلع بريك سريع؟ مجرد جلو